السلام عليكم. مرحبا بمتسبعي قناة الحميدي. اذا من خلال الحلقة اللي دازد شنا الفرق بين النص النظري والنص التطبيقي. اذا ان شاء الله من خلال هذه الحلقة غادي نعرف كيفاش نميزه بين احياء النموذج وسؤال ذات علموا السواء النص التطبيقي. اه لكن قبل ذلك انا كنتمنى على انكم تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا ان شاء الله بكل جديد كنحطوه على قناة اه قناتكم اه قناة الحميدي اه للدعم اه والتعليم. اذا فا اه ان شاء الله غادي نطرقوا التلاتة النقطة اللي هي اساسية اللي من خلالها غادي نعرفوا كيفاش نميزه بينها احياء النموذج وسؤال ذات. ان خصوصا هناك عدد كبير منكم اللي تغلط اه اني ما كيعرفش كيفاش مثلا اه اه هي اه تيجاه ديال سؤالي اوو التيجاه ديال اه هي النموذج خصوصا على النص التطبيقي. الى الحلقة ه مسأل فقط غير النص التطبيقي. اذا ان هي النموذج على مستوى اولا على مستوى الموضوعات فدائما هي النموذج هتلقا كهذا رأي اما على الغزل او الا على المدح او ولا على الهجاة او لا على الرثاء. هتلقا احمد شوقيî وحافظ إبراهيم كيهتر على الريثة أو للفخر اللي من خلال الشاعر البارودي أو للوصف إذن هذا على مستوى الموضوع طبعا كينلي غايقوا لي إذن ما تنعرفش أنا مثلا شي غرض من هات أغراض اللي قلت لكم دابا فإمكانك أنك يدخل للإنترنت وتبحث وتعرفش شنو وش كنقصده بالهجة وش كنقصده بالريثة وش كنقصده بالفخر وما رأيني رأى ساهل النقطة الثانية وهي دي الرواد إذن إحياء النموذج باش كنعرفوه على سؤال ذات من خلال أولا كيما قلت لكم الموضوعات كيدر على الغزل أو لهذا أو للرواد الرواد كينوا واحد مجموعة من الرواد اللي اكتبوه في إحياء النموذج واللي برزو وبانو في إحياء النموذج من بينهم محمود سامي البارودي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم وعلال فاسي وإسماعيل سبري ومعروف الرصافي إلى غير ذلك من الرواد الأخرين اللي ما ذكرتهم شأنها في هذه الحلقة تالتة أو للنقطة التالتة وهي وجود إشارة في الأسئلة يعني كينوا واحد الإشارة في الأسئلة كما كتشوفوا هنا يا معايا اللي كتوحي إلى أن هذا الاتجاه هذا كين تامي إلى هي النموذج أو لا إلى سؤال ذات طبعا مش يديما كيكون وإنما بإمكانكم في بعض يعني القصائد الشعرية اللي ما غيرتلقوهاش فيها إذن فقط تعني هذو ثلاثة النقاط أساسية اللي من خلالها غتقدر تعرف إحياء النموذج طبعا ده غد ندوز إلى سؤال ذات أيضا نطبق عني هذو ثلاثة النقاط غنحاول نطبقهم إلى سؤال ذات إذن الموضوعات الموضوعات كي يتضرف إحياء النموذج التي يتضرف للتعبير الشاعر عن ذاته أي الحب والحزن والشكوى إلى غير ذلك القصائد دياله ودائما شاعر أو الشعراء تهربوا إلى الغاب يعني تهربوا 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 إلى الغابة وكيقبروا انطلاقا يعني عن الأحاسيس ديالهم والعواطف ديالهم من خلال يعني استعمال الأشجار والمكونات للغابة بصفة عامة ثم العاطفة العاطفة إذن النقطة الثانية وهي الرواد إذن قدي نشوف واحدة نجموعة من الرواد اللي بانوا وبرزوا في سؤال ذات إذن مدرسة الديوان غيرلقوا فيها أباس محمود العقاد وإبراهيم عبد القادة المازيني وعبد الرحمن شكري ثم الرابطة القلمية هناك جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وإلي أبو ماضي ومدرسة أبولو أحمد زاكي أبو شادي إبراهيم ناجي علي محمود طهاء أبو القاسم الشابي ثم أحمد رامي إدريس إدريس الجاي ومطران خليل مطران إلى غير ذلك من الشعراء اللي بانوا في هذه الفترة ديال شير الرومانسي اللي هو سؤال ذات أما النقطة الثالثة وهي وجود إشارة إلى في الأسئلة إذن كما قلت لكم شوفوا معي من هنا هذه الأسئلة خذتها من واحد النص للتعطاء في الامتحان شوفوا معتنا أن هناك كيقول لنا سياغت خلاصة تركيبية لنتائج تحليل لبيان مدى تمثيل النص لتجربة سؤال الذات إذن هنشاروا لنا ألا أن هذا النص هذا هو نص لي سؤال الذات طبعا إذن اليوم غندوز إلى الطبيق باش نعرفو كيفاش مثلا هاد النقط اللي قلت لكم أنا الثلاثة كيتوضفوه في القصيدة إذن شوفوا معي مثلا هذا امتحان يقول الشاعر محمود سامي البارودي يعني مباشرة مثلا احنا كنشوفو يعني محمود سامي البارودي فخصنا نعرفو بأن هاد الشاعر هذا هو شاعر كينتامي إلى إحياء النموذج إذن ها ها الخطوة الأولى أو للعلامة الأولى باش غنعرفو لأن هذا إحياء النموذج وحتى إلا ما عرفناش يعني مثلا الشاعر كيما قلت لكم نمشي ومثلا النقطة الثالثة هاي شوفوا معي هنا تركيب خلاصة تسميروا فيها نتائج تحليل يبين ماذا تمثيل النص لتجربة إحياء النموذج إذن لدينا جوجل إشارات هنا واضحين وبارزين باش نعرفوا بأن هذا إحياء النموذج كين فيكم اللي غادي يقول لي آآ اللغة إيه اللغة ولكن آآ كين فيكم اللي ما غاداش يعرف يعني النص انطلاقا من اللغة إيه صحيح أن إحياء النموذج كتكون في واحد اللغة اللي هي معقدة لغة يعني صعيبة إلى غير ذلك عكس مثلا سؤال ذات لكن كين مثلا اللي ما غاداش يعرف إذن فهو ما تعطيكم إشارة من الإشارات اللي اللي حددت لكم أنا في اللول باش شعرفه واش هي النموذج أو لا سؤال ذات دابع ندوز إلى آآ تجربة الأخرى اللي هي سؤال ذات أيضا نفس الشيء اعطونا هنا يا إلي أبو ماضي وإلي أبو ماضي هو شاعر من شعراء ديال تجاه سؤال ذات كي ما كتشفوا معي هنا يا هو بصفر وأيضا اعطونا في الآخر سياغة خلاصة تركيبة تسمير فيها نتائج تحليل وتبرز ماذا إسهام تجربة سؤال ذات سؤال ذات إذن هادو كافينا باش نعرفو إي نتجاه إحنا كنخدمو فيه أولا نتجاه هذا عندنا واش هي النموذج أو لا سؤال ذات آآ آآ كين اللي غادي غادي يقول لا وراتنا عرفو إلغا ذلك لا على المستوى القصيدة أنتم ممكن شوفوه يعني ذات نظام شترين متناظرين عندها راوي موحاد وقفية أيضا يعني موحاد نفس الشيء بنسبة آآ للسؤال ذات نفس الشيء بنسبة لسؤال ذات إذن فكنتمنى على أنكم تكونوا يعني آآ فهمتوا آآ الفرق بين يعني أو لا تميزوا كيفاش تميزوا بينها هي النموذج وسؤال ذات وآآ ما تنسوش على أنكم تخليوا التعاليق دي لكم في الأسفل فأنا تنقرأ يعني تعاليق كلها ومن خلالها كنطلق باش ندير لكم يعني هذه الفيديو يا تادو لأن آآ كل ما كانش التعاليق دي لكم طبعا ما عاديش نعرف عينيش فين عندكم المشكيل تحديدا وما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعيلوا زر الجرس وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر